كثيرا الكابتن محمد أبو تريكا يعني أبهج المصريين حتى وإحنا بنشوف المطشط دلوقتي فنعد نسأل فين الكابتن محمد أبو تريكا وحقق البطولات لمصر كنت أتوقع نبقى مكانه قائمة المجد قائمة البطولات إنما تخيلوا حينما نصيقز على خبر صحيح هو إجراء قانوني ومش هنتكلم فيه بس هنشوف ملابساته القانونية بعد شوي لكن خلينا نتكلم في الصدمة النفسية شوفوا الناس بتحتفل برموزها إزاي محمد أبو تريكا على قائمة الإرهاب قائمة الإرهاب ده بقى هيبقى منع من الصفر منع من التصرف في الأموال واحتمالات سحب جواز صفر وتركب وصول لو هو خارج مصر فتخيلوا هنا حيعامل الكابتن محمد أبو تريكا كإرهابي مطلوب وهو اللي أبهجنا وأسعدنا وحقق البطولات لنا كل ده صحيح ملوش علاقة بأنه إذا ارتكب جريمة مش حنقول لا يجب أن يساءل على اعتبار أنه حقق لنا بطولات لا يعني ده حاجة وده حاجة بالعكس كمان أن اللي بيحقق بطولات ويرفع اسم مصر هو الأولى بالالتزام بالقانون وتنفيذ القانون لكن المشكلة أنه في قضية الكابتن محمد أبو تريكا في ملابسات انتقامية وملابسات متعلقة بتصفية الحسابات السياسية وفيها ملابسات كتير ده بعيدا عن قرار المحكمة اللي احنا هنحاول نفهمه اللي حصل أن النيابة العامة وإدارة الجوازات بوزارة الداخلية تسلمت قرار صادر يوم الخميس الماضي من الدائر السادسة بمحكم الجنايات الشمال القاهرة بإدراك جماعة الإخوان على قائمة الكينات الإرهابية وإدراك 1420 شخصا من أعضاء الجماعة والموالين لها يعني هنا أعضاء والموالين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات الأسماء كتير ومتعددة يعني فيهم طبعا كل قيادات الإخوان اللي هي التقليدية اللي احنا مش في حاجة إلى إعادة ذكرهم لكن ربما يعني اللافت للانتباه فيها رجل الأعمال صفوان ثابت وفيها الكابتن محمد أبو تريكا ده من اللي هي من الخارج اللي هي القيادات التقليدية المعروفة للجماعة الباقي كلهم قيادات الجماعة طيب ده معناه إيه؟ يعني خلونا بعيدا عن الجانب القانوني لكن أي حد يبقى عنده صدمة صدمة نفسية وعصبية من أن أبو تريكا الذي يجب أن نحمله على الأعناق ونضعه في قوائم المجد وقوائم البطولات يكون موجودا على قائمة الإرهاب هي تساؤلات ملهاش علاقة بالتعليق على المحكاة